السؤال بعد كده بيقول ايه السلام عليكم لو سمحت يا دكتور انا شقتي مفتوحة الاهل زوجي بيعودوا فيها وبيتحكموا في حاجتي وانا مسافرة وكنت عايزة اقفل قط النوم بس مش راضين انا لو قلت ان في حاجة تسرقت مني علشان اقفل قطي كده حرام مع انه انا مش هسبب مشاكل لحد وهحافظ على حاجتي لا يا ستي انت مش تقفلي بس قطة النوم بتاعتك اقفلي الشقة كلها انت بتحقق ان انت اقفلي الشقة كلها وجوزك انا بقول لي زوجك سكن الانسان جزء من خصوصيته فهل لها ان تغلق شقتها لان ده مسكنها اه لان الشرع امر ان ما ندخلش البيوت الا باستئذان اصعي حدى بيتك بس هي كمان راعية في هذا البيت فاذا كانت هي دي مكان سكنها فلاها ان تحتفظ بماذا لان الشرع الشريف امر الانسان ان اسرار بيته ما تخرجش فمعنا كده ان البيوت لها حرمة فالاساس ان هي من حقها تقفل البيت تقفل الشقة كلها طيب يا سيدي خلاص عشان ما فيش خلاف مش هتقفل الشقة من حقها تقفل قط النوم ايوة وما تقوليش ان انت سرقت لان ده كدب وكدب حرام ما تكتبيش وتقول ان فيه حاجة سرقت ما تكتبيش بس سمعي زوجك ان انت من حقك ان تغلقي غرفة نومك لان ده خصوصيتك من حقك ان محدش يرى ده من حقك ان انت تخافي على حقتك هل ده اتهام لحد لا احنا ممكن يجي حد معاهم او ينسوا ان البيت ده ينسوا البيت ده زي ما الناس بتنسى بيوتها نفسها فيتسرق البيت فانت من حقك انت احتفظ بخصوصيتك وده اللي حصل لما الناس بيبقوا في البيت والستي ساكنة البيت محدش يقدر يدخل البيت ده بغير اذن اهل البيت وانت من اهل البيت فلابد انهم ما يستأذنوا فانت اذا ما اذنتيش انهم ما يدخلوا البيت ما يدخلوش البيت فمحدش يجي يقول والله لا هي هذا بيته جزء من خصوصيتها فمن حقها ان تغلق غرفة النوم اه من حقها طب هل يجريها زوجها لا مش من حق زوجها انه يجريها العادة فهي من حقها تقفل ماذا قط النوم اه من حقها تقفل قط النوم ولكن ما تكدبيش وتقولي بقى ان في ايه حاجة السرق لكن زوجك لازم يعرف ان ده جزء من خصوصيتك وان ده من حقك وتستند بقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته فهي مسؤولة عن البيت يبقى الزوجة مسؤولة عن البيت فاذا كانت هي مسؤولة عن البيت مع زوجها فكذلك ولما نسب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن طاعة الزوجة ان لا تدخل احدا على على فراشه لا يرضى يبقى تعرف ان هي ممكن تدخل وممكن تمنع يبقى ايه من حقها ان تحتفظ بخصوصيتها وتغلق غرفة نومها وانا ارى ان هذا النوع من انواع الخلاف بين الزوجين ده نوع من انواع انتهاك الخصوصية فلذلك ايه من حقها ان تغلق غرفة النوم لكن لا يجوز ان احنا نكذب في سبيل الوصول الى ده سمعي ان البيت كله الشقة كلها تغلق فمن حقك ان انت تغلقي غرفة النوم وليس عليك إث ولا تكون عاصية ولا تكون حتى قاطعة رراحم زوجك مع اهله ابدا بل هم لابد ان يحترموا خصوصية البيوت وده شيء مهم جدا جدا للناس يعرفوه عشان الناس يفضلوا مع بعض في حالة رضا وفي حالة توافق وفي حالة نور وبركة ومودة ورحمة ان شاء الله اشتركوا في القناة